السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسمى الصلاة الإنسانية صلة القرابة وبها يتعارف الناس ويتآلفون وهي آية من آيات الله تعالى في خلقه وهي التي أكرم الله تعالى بها الإنسان ففي الدواب والحيوان والطير يولد الصغير ويخرج من رحم أمه سواء كانت البيضة في بطن الأمة أو خارج الأمة فهي كان في بطنها أصلا يخرج من رحم أمه ويظل معها يظل مع الأمة طالما هو في حاجة إلى الأمة وإذا استطاع أن يستقل بحياته تركها ولا يعرفها بعد ذلك ولا تعرفه يعني لا توجد صلاة قربة في الطير والأسماك والدواب ليس بها عاطفة ولا يوجد بها عقل ولكن الله جعل العاطفة للإنسان وجعل له العقل تكريما له عن سائر خلقه وبذلك يتعارف الناس وتتكون منهم العائلات والقبائل كما قال الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالله تعالى يخاطب الناس بأنه خلقهم من ذكر وأنثى بهدف التناسل في هذه الدنيا وتقوين القبائل والشعوب ما الهدف من ذلك؟ إنه التعارف بينهم واصلة الأرحام بينهم من ذلك نفهم الأهمية الكبرى في خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعل بينهم مودة ورحمة بهدف خلق الأسرة يعني ومن الأسرة تكون الأقارب ومن الأقارب عائلات وقبائل والكل في صلة تعارف وتآلف وقربة والله تعالى أخبرنا عن تصوير الإنسان في رحم أمه كيف يشاء كما قال الله تعالى في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويخبرنا الله تعالى عن أصل خلقنا وعن تاريخ الإنسان الطويل في هذه الدنيا كما في سورة النساء في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام ولفظ نفس يؤنث ويذكر يؤنث يعني لفظ نفس يؤنث وإن عني به ذكر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كرر الاتقاء في الآية تأكيدا وتنبيها لنفوس المأمورين وهم الناس أن اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها واتقوا الأرحام أن تقطعوها واتفق العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته أأصل أمي قال لها نعم صلي أمك وأمرها بصلتها وكانت أمها كافرة ومع ذلك أمرها أن تصل أمها الأرحام يعني كافة الأقارب المقربين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وعقبت الآية الكريمة والقول إن الله كان عليكم رقيبا يعني قول فيه الوعيد والتهديد وفيه الترغيب والترهيب ولسلط الرحم مكان عظيم جدا عند الله كما أخبرنا هذا الحديث القدسي الشريف روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وروا الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه ومن يبتها أبته يعني إيه الرحم هل الرحم سلة الرحم أم الرحم الحدي الرحم هو أنا الرحمن وهي الرحم سبب التخاء الأنساب نعم أن عنصر الزكورة خير معروف لأما الأمة وهي الرحم فأمر معروف معروف طبعا هذا ابن أمة يعني ابن أمة طبعا لا شك في ذلك ما فيش فيها خلف ولذلك ندعى بأسماء أمهاتنا من تمام رحمة الله علينا حتى لا تفضح لا تفضح الأم بأنها كانت ولدا لأبيه من الفراش فقط ولذلك إذا ادعى رجل على مرأته بشيء نعم فنقول له الولد للفراش نعم ما دام على فراشك ما تزنش الولد ده بفضيح تفضل فيه ما دام على فراشك بأبنك انتهت خيانته في هذا فيريد أن يرتب خلب الزوج نعم إياك أن تقص عليها خسوة تدل على جريمتها لأنك ستفضح بها نسلا موصولا إلى يوم القيامة نعم فتفضح بها نسلا سبب له لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولذلك وصيت بها وهي ضعيفة ربما اضطرتها ظروف الحاجة للحياة إلى أن تلين وهي غير لينا فاحترموها وجعلوها لا توجدوا في مزان ضعف يطمئ أي إنسان فيها وإذا كان يفرض عليها أن تنفرد العمل فعاملوها معاملة من يعينها على العمل حتى تسد عليها أبواب الغراية لا إما تسد عنها أبواب الغواية فإن ما عندهاش عطفال بيعطوا عزين يكلوا عزين يشربوا عزين ينكسهم إبقوا معاونتموها على أمري على أمر دينها فذلك قال الله أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه فأبوته طب يعني إيما يقول لنا من يصلها أصله لأنك تحملت شيئا هو في ظاهر الأمر كان يجب أن لا يرحم طاعة بتاعتك تخلي واحد مع صاحبة معصية ما ترحمش لكنك رح امتهى من امتضاد صفة الراحم ومنم رح امتهى من امتضاد صفة الراحم فهي محسوبة عليه ومدامت محسوبة عليه لأنه خلقها يبقى لازم يدي اللي بينفق عليها نعم نعم للذي يستدعي واحدا بالوجود لذي يكلفه بنفق خاطر نعم نعم في حديث لغوية شريفة تدل على أن القاطع الرحم لا تقبل له صلاة ليه قاطع الرحم قاطع الرحم نعم اللي وصلوا بنسب يؤذوه بها يقول لك ده ابن فلان ده خاله فلان ده عمه فلان نعم فخذ من النسب ده ما يرفعه نعم جايبين المواشي بتاعتهم ليس عشان يسوق نعم فلما وجدهم مبعدين الماشية عن الماء تعكب طب ما الجايبين الماشية لين قال ما خطبكما ايه حكاية تعكدي فقالت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء الرعيان وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه إلي من خير بخير خلاص قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت تلقوية الأغير كأن القصة مش قال الحدوتة مش بيقول لحدوتة نعم بيقول لمبادئ إيمانية اجتماعية عشان نلاحظ المجتمع بأنه مكوم من ذكر ومن أنسة نعم ولم مكوم من ذكر وأنسة الذكورة لها مزال والأنسة لها مزال نعم فما دامت هناك بيقولة تقوم بمهم الحياة فلتأخذ المرأة موضعة من مقال الدان الحياة نعم طب ما فيه شباه حد نعم نعطى الحياة نعم يشجع لها التشريع الذي يناصب طاقتها الاجتماعية نعم فسيدنا موسى يجي إليه بانتين وبيحشر غنم ما يجوش من طلعين له بره خالفة لا نسقي حتى يسترجع وأبونا شيخ كبير يعني ما أخرجنا من بيوتنا إلا أننا لم نجد عائلا أبونا شيخ كبير أدلة الخروج ومع ذلك حين أخرجنا استقبلنا عائلة الخروج على قدرها مش طلعين اختلطنا بالرعيان بقى وعملناها هيصة استنينا لما يخلصوا شغله وبعدلنا رحينا ونخلص شغله لا نسقي حتى يصدر الرعاء يبقى إذن فيه ضرورة وهي أبونا شيخ كبير شيخ كبير والضرورة على قدرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء أم هو رسول خلص مهآهل لأن يقول رسول حتى قبل ما يبقى رسول فسقى لهما كأن المؤمنة هي رأى امرأة خرجت عن بيتها لخضاء حاجتها وليس لها من يخضي أن تعانى إلى أن تردى إلى بيتها ما يععدهاش في الشارع نحن لما رحنا للسعودية في سنة خمسين والمرحول الله يرحمه الشيخ عضى الله كنت بيركبني وديني الكلية فمرنا فأمر السائق أن ينزل فنزل قال له هات طبع إليه فذهب وقاب طبع خشب ملفوف ببتاع بيضة وبعدين سألت عنه ده ألوح طعام عليه إراس عيش قلت له إيه الحكاة دي قال لي إذا مر سعودي على بيت أمامه هذا الطبق أو رأيته أمامه الزنبيل المقابي الزنبيل الأف يعني اللي فهمه نعلم أن صاحب الدار غائب وهذه مطلوباته صاحبة الدار ينزل أي واحد معما على قدره ولو كان وزيرا ويأخذ الطبق يشوف فيه إيه بتاع العيش يوديه للطبونة يتفقى خبز وهو راجع ياخده ويحطه مطرحه زنبيل ما قاعد فيه ورقة يروح ويشير المقابي بجلالة قدره ويحطها ويرد الفلوس اللي باقي قالوا وهي دائما ضحف وثمن المطلوب يرد فلوس ضروري وبعدين البنات قالوا إيه أنتوا جيتوا بدري ليه أولاد أنهم الله ترى فيه رجل طيب سخى لنا قوي ودانا ويشعر فيه فقالت أحدهم يا أبا تستأجر يبقى معناها أنها لم تعشق الخروج إلى البيت بدليل أنها حين وجدت أول فرصة طلبتها لو كانت أشقت البيت والصج كانت سكت عليك لكن الرجل رجل مؤمن إزاي لو يتأخل واحد عامل وعنده امتين فيقوم يحل لها الحل الشرح أن يطلبهم هذه الرجول الإيمانية إني أريد أن أمكعك أحد ابنتي هاتي فأدي حل المشاكل الاقتصادية في قصة قصيرة أبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر اللعاء فسقى لهم يا أبا تستأجر إني أريد أن أمكعك أحد ابنتي هاتي لا نعم تحل المشاكل هذا موضوع الرحم تحل المشاكل الرحم هو الرحم الرحم المرأة أم الرحم هي سلة الرحم خلاص ما هذا مرحم ليك أم حسي أو معنو ليك لا أهل اثنين الاثنين بمعنى أنها سُندت بأرَّاحمون يرحمهم الرحمن أم لأن معنى رحم واجد فيه مأزق وبعدين المأزق ده مش بخلين يقدر يعمل لنفسه حاجة يقوم زي ما يرحمني في السماء أرحمه في الأرض لأن استدعاء الله للوجود واحد خضرته مش على قد حاكته تضي واحد دخل عند ضيف عند واحد ما عندهش التزام ضيافته يوم اللي يشايك ودخله يشوف عايز إيه ودوله 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 أعينوه على ضيفه يوم العالم يبقى كله متكاتف هو يبقى ويألم أنه مش لوحده في الكون أنه في ناس متكاتفين متراحمين فإذا خصل هذا يبقى فيش وحد يفزع من أي خطب يمر به ولد مات ابوه بقى يتيم والناس كلهم تكفله ما فيش يتيم يزعل لما ابوه يموت لأنه سيلاقي أباء كثيرين وقال له أب واحد إنما دلوقت سيلاقي أب كثيرين فلا يحقد على ولد لم يموت أبوه أبوه